قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتلي بانت أن إسرائيل لا تريد المساس بسكان قطاع غزة ولكنها سترد على أي عنف بشكل قوي ذكر بانت أن حكومته تعمل على إيجاد حل يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون ما وصفها بحقائب الدولارات تأتي تصريحات بانت بعد قيام طائرات حربية إسرائيلية بشن قصف على مواقع في غزة من القدس مرسلنا ندال كناعنا إضاءة معك ندال أكثر حول المواقف الحكومية الإسرائيلية وإن كان هناك أي تطورات جديدة في غزة نعم كارلون عمليا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتلي بانت يتحدث عن تغيير الوضع القائم مع قطاع غزة خاصة ما بعد الحرب الأخيرة على القطاع وعمليا هذا التغيير يأتي في محورين الأول المحور الأمني وهو يتحدث عن الرد الإسرائيلي على كل ما أسماه بنت بأي إزعاج يأتي من قطاع غزة مشيرا إلى قنابل الحارقة أو البلونات الحارقة التي يتم إطلاقها من قطاع غزة وقال بأن إسرائيل سترد بقوة وهذا ما حدث ليلة أمس أولا الرد الإسرائيلي عليها وثانيا نوعية الرد واستهداف أهداف مهمة في قطاع غزة كمنصات إطلاق الصواريخ ومصانع إطلاق الصواريخ المحور الثاني وربما الأهم هو المحور المالي نفتلي بنت يتحدث عن وقف عمليا إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة إدخال حقائب الدولارات كما أسماها والآن هناك حديث عن حلين لهذه القضية إما مصار عبر السلطة الفلسطينية أو عبر البنوك التي تعتمدها سلطة النقد الفلسطينية أو عبر الأمم المتحدة وكما فهمنا هناك موافقة مبدئية من قبل الأمم المتحدة للقيام بهذه المهمة وإيصال الأموال إلى المحتاجين في قطاع غزة وليس عبر حركة حماس كما كان يحدث في السابق هذه قضية مهمة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية هي لا تريد وصول أموال نقدية إلى أيدي حركة حماس مثلا هذه كانت الشروط لدى إسرائيل في قضية إعادة إعمار قطاع غزة كما أن بنت يستعمل هذه القضايا للضغط على حركة حماس خاصة أن هناك مفاوضات تجري في القاهرة حول صفقة تبادل أسرى محتملة مع الحركة شكرا جزيلا لك من القدس مرسلنا شكرا لمتابعتكم الآن اشتركوا في قناتنا على يوتيوب